لازم تعمله صفقات لازم كابتن أشرف لازم تجيب لعيبة لازم تجيب إن أحمد سيد زيزو مبارح في حاجة غريبة في الكورة مش فاهمها بعد الموضوع اللي تكلمنا فيه العقد العين الإماراتي والفلوس والكلام ده كله والده طلع يتكلم ويه 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 الكلام ده كله فمش موجود مبارح طب أنا عايز أشيل زيزو مثلا من بعد عشر دقائم الشرط الأولاني هنزل ميل عشان كده ما فيش تغيير عشان كده الوحش الوحش أو اللي هو مش فاق مش هنقول وحش اللي هو مش فاق في المطشاط مش عارف أغيره عشان ما عنديش أو مش واصق في الدكة اللي معايا برة مش واصق في الدكة اللي معايا برة وهو ده اللي بيحصل أحمد سيد زيزو ما عارفش دماغه فيها إيه وعلى طول جاري عايز كورة ويجري عايز كورة يجري لا أقف عالكورة وسلم وروحه الكلام ده كله احنا شفنا مبارح المستوى بتاع السيدزو مش هو مش هو فلازم يبقى فيه صفقات على مستوى عالي لازم بقى فيه بديل لأوباما لازم بقى فيه بديل لأوباما مبارح لو عديت الكورة اللي لمسها مفيش مش موجود مش معنى كده اللي هو وحش ما بتكلم كده خلق بالأخص نادي الزمالك مش هتكلم عن نادي الأهلي طبعا نادي الزمالك لأنه أنا عايزه يبقى أحسن لأنه كده مش هتقدر تنافس أنت مش تقدر تنافس في دولة وكاس وإفريقيا مش هتقدر صدق لي مش هتقدر أنا لعيب كورة وبقولك مش هتقدر نادي الزمالك مش هتقدر ينافس ومع احترام الشديد احترام الشديد لقناة نادي الزمالك احترام الشديد لقناة نادي الزمالك والناس اللي موجودة في قناة نادي الزمالك لو سمحتوا ما تتحكوش على جمهور نادي الزمالك أنت ما عندكش فرقة تانية برة عالدك انت الفرقة الاسية العشرة اللي موجودين او الحداشرة اللي موجودين ممكن تعمل تغييره بس وده اللي بنشوفه احنا اللي شايفينه وجبتلكه الواقع بتاعنا الواقع اللي حصل في اخر ثلاث مطشاط ان انت بتغير انت بتغير مش عشان وصلت في اللي هينزل يعمل لك الفارق انت بتغير عشان زي ما قلتلك لاما الاصابة لاما بتضيع بيه وقت لاما مثلا في التغييره في الجزء او الديفنس في حادة الباك ليفت او الباك رايد فلا بقول ان فيه اه هتقول لي فيه شكبالة وفيه آآ آآ مين غير مين تاني بره مين شكبالة ومين يا جماعة بتفكروني كده معلش لا لا الدكة الدكة معلش بره الدكة دكة الزمالك لا حد كبار يعني كبار كبار يعني شوفلي بسرعة كده طب مصطفى فاتحي احنا قلنا مصطفى فاتحي الراجل مش مقتنع بيه وعاز يمشيه عاز تطلعه عارة وطبعا ودي كارسة كبيرة جدا طيب قلناش كبالة الاثنين قلنا يا عبد الشافي اهو باك ليفت وفيه عند هيبقى عندك تلاتة باك ليفت تلاتة باك ليفت هيتبقى فيه يعني انت بقى ورؤيتك الفنية من اللي هيلعب ونجم طبعا انا بقولك الانجم لازم يطلع عارة لان هو صدقوني مش على مستوى نادي الزمالك يعني نادي الزمالك اكبر منه بكتير ولازم يطلع عارة ولازم اللجنة الكابتن اشرف قاسم يدور على كده او يشتغل على كده يطلع عارة او يبيع لو جاله فلوس جاله فلوس وايس من تاني بره وسامة فصل لسه ولد صغير لعب كواس كل حاجة بس لسه تغير حاسم فصل برضو نفس الكلام صغير من تاني من تاني يا جماعة فكروني عشان مين ما هو كريم بابه مغضوب عليه ما هو برضو مش موجود ما بيلعبش طيب قول لي من تاني يا جماعة اللي عدد بيقول لي هم دول بس طب هو من تاني جايز طريق الساد بقى لما يخش معنا يقول لنا مين تاني مين تاني بره عشان تقول لي انت الزمالك هعنده فرقة تانية قولوا عبدالله الجمعة مثلا لهو ما بدأش هيعود بره لابو الفتوح طب مين تاني فعشان كده بقول للجماعة اللي في قناة نازل زمالك كل اللي احترام ليهم ما تتحكش على جمهور نازل زمالك ما تتحكش عليه انت ما عندكش فرقة تانية انت ما عندكش فرقة تانية للأسف فلازم اللجنة ياريت 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 اشتغل على صفقات تلات اربع لعيبة كمان في كل الاماكن ضروري ضروري فياريت بس ما حدش يقول انت بتتحامل على نازل زمالك وبتاع لا ابن عايز المصلحة انا وضحت ان نادي الزمالك ما عندوش فرقة تانية ما عندوش والناس في قناة الزمالك بتقول ان فيه فرقة تانية ومحترين من اللي يلعب اي حد يلعب اساسي لأ طبعا نافيش الكلام ده صعب جدا وليل جدا اللي انت تنافس على زي النادي الاهلي زي النادي هتقول انت فرحان وانت بتقول زي النادي الاهلي اقولك لا انا مش فرحان انا نفسي تبقى زي النادي الاهلي نفسي عشان البطولات اللي انت بتخش فيها تاخدها كلها اللي عندك عنده برا زي ما قلتلكم اللي بينزل هو اللي بيهدف اللي بيكسب الفرقة انت عندك في الناس زمالك ما فيش كده انت بتضعب بهم وقت للأسف يعني ده يعني بإجاز لأننا كان نفسي أدخل في فنيات لكن طبعا عشان عندنا ضيوف كرام معنا فهنطلع فاصل وبعد الفاصل مستضيف للدكتور محمود العد طبعا اسم كبير عدو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد كورتليات فاصلنا خشونة الرجبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية النهار ده احنا بنقول ان خشونة الرجبتين مراحلها الأولى التانية التالتة مراحل سهلة التعامل معها البلازما الغنية بالصفاحة الدموية بتعيد بناء الغضروف يكفي ان المريض يبقى فاهم انه ما عندوش حاجة خطر يكفي ان المريض عارف انه هو ان شاء الله في علاج انت مش هتخسر حاجة ولا فيه اي نوع من التعرض لأي خطورة الناس مش متخيلة لنتيجة البلازما بتلعود مع الناس سنين لانها بنت الغضروف